نظمت مشيقة الطريقة تجانية يوماً لقراءة القرآن الكريم لتضرع إلى الله عز وجل لدفع الأوبئات والفتن ودوام نعمة العافية والأمن والاستقرار والسلام المناسبة جرت بمسجد الشارقة بحيان جاري بالدائرة الثامنة بحضور سلطان مدينة أنجمينة والنائب البرلماني للدائرة الثامنة تقرير محمد حسن أدم أقامت مشيقة الطريقة التجانية بشاد بالتعاون مع زوايا الطريقة التجانية يوماً لقراءة القرآن الكريم من عجل التضرع إلى الله عز وجل لدفع الأمراض والأوبئة والفتن وذلك تحت شعار قوله تعالى وقال ربكم أدعوني أستجب لكم وبهذه المناسبة شكر نائب رئيس مشيقة الطريقة التجانية الشيق محمد الغالي خليل عمر زوايا الطريقة التجانية في مختلف الأراضي الوطنية وخصوصاً في العاصمة أنجمينة على قراءتها لهذه الختمات القرآنية والعادئة لصالح الوطن والمواطنين بهته ممثل رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية الشيق أحمد موسى هارون فقد شكر باسم رئيس المجلس وأعضائه المقدمين في مشيقة الطريقة التجانية دائياً إياهم على المواصلة في هذا العمل العظيم هذا الاجتماع العظيم المبارك بقراءة القرآن وبهفز القرآن ولذلك المجلس جعل يوم خاص تسمى يوم القرآن وتجدر الإشارة إلى أن الحاضرين تضرعوا إلى الله عز وجل في دعاء ختم القرآن الكريم بأن يديم للبلاد والإباد الآفية والأمن والسلام موسيقى